ترند الترند عارفين لما بتتكلم في معلومة أو بتتكلم في خبر وبتصير الرأي العام ولما بتتكلم فيها بمستند والناس كلها بتنتبه لهذا الخبر وهذه المعلومة بالتأكيد بيبقى هنا لك تأثير والحمد لله برنامج الترند تحديدا خلال الفترة الأخيرة لما بنتكلم في معلومات الناس على السوشيال ميديا بتتلقى من هنا هذه المعلومات وبتتكلم عليها وبتبدأ تتواطر هذه التفاصيل أو الناس كلها بتتكلم عليها على السوشيال ميديا لكن انبراح كنا بنتكلم على فكرة المعيار المالي وان ازاي فيه اندية ممكن ما تلعبش بطولة افريقية القادمة طالما عندها مدينيات ومستحقات لكن ما علينا ممكن الاعلام او الظروف اللي فيها الاعلام الرياضي في مصر ما بيحبش يتكلم في التفاصيل اللي هي علاقة بالقوانين اه سواء هدف موضوعي هدف شخصي محاباة اي ان كان كل واحد وليه سياسة تحريرية بيحب يشتغل بيها لكن احنا في النهاية احنا بنتكلم فيه تعليمات متعلقة بالمسابقة الافريقية اللي جاي لكن الناس ثابت كل التفاصيل دي ومسكت في حاجة يعني اقدر اقول لكم كده بالمفهوم البلدي او بلغة السينما الفنكوش بمعنى بنصير ازمة بدون اي لازمة او موضوع الناس بتتكلم فيه ويهي مش فهمة فيه اي حاجة بمعنى ادق موعد القادر الافريقي لما تم اعلانها بالامس مناسبة جدا لموعد القادر في مصر لما يفتح القادر في شهر عشرة هتكون مناسبة جدا وبالتالي ما بيش ازمة في القادر الافريقي اللي البعض كان بيحاول يقول ان القادر الافريقي هيكون ازمة لو الدور كان مناه لكن خلاص القادر الافريقي ما بيش ازمة فمحدش اتكلم فيه لكن اخترعونا كده مبارح حاجة زي الفنكوش قالك 20 اكتوبر اخذ اخر معاد لارسال اسمال اندية للاتحاد الافريقي وهنا هيبقى فيه ازمة لان الدور هيكيد هيخلص بعد 20 اكتوبر اه ايه المشكلة يخلص بعد 20 اكتوبر ويخلص 5 نوفمبر يخلص 11 نوفمبر مش هقول على المقياس في المغرب هيحصل نفس الموضوع بس هقول الموضوع في المغرب ماشي ازاي لكن احنا عندنا الناس بتتكلم الله اعلم بدون معلومة او نادي ما ضد استيناف الدوري فعاوز يثبت ان هو وجهة نظره صحيحة لكن انا هقولكو حاجة بسيطة جدا هتسهل على الناس الموضوع بكل سلاسة وبكل هدوء هو ليه الاتحاد الافريقي لما بيطلب منك انت ككل اتحاد اهلي معاد معين لارسال اسماء الاندية بيطلب منك عشان لما يعمل التصنيف هيحدد على اساسه مين هيلعب الادوار التمهيدية ومين مش هيلعب الادوار التمهيدية حسب التصنيف طيب انت الازمة عندك بتتكلم في 4-5 اندية شيل الاهل من الازمة الحمد لله الاهل برا الازمة سواء في التصنيف لانه من التلاتة الاوائل على القرى الافريقية سواء بطل الدوري ان شاء الله أو حتى حامل اللقب البطولة الماضية يعني أي سيناريو الكاف هياخده الأهل بره المعادلة الأهل بره الموضوع لأن الأهل دايما في الصدارة مالوش علاقة لكن عندك المشكلة مثلا في الأندية اللي بتيجي بعد الأهل في التصنيف أو في الترتيب أو حتى في المنافسة في الدورة أو على المراكز المتأخرة عندك الزمالك عندك بيراميدز عندك المقاولين العرب حقه طبعا أن يشارك في أفريقيا وعندك المصري على أمل أن فكرة ترتيب المسلم الماضي طب الأربع فرق تصنيفهم إيه في إفريقيا هل ممكن يلعبوا أدوار تمهيدية؟ هل ممكن ملعبوش أدوار تمهيدية؟ طب لو هيلعبوا أدوار تمهيدية أنت عندك مشكلة أنك تبعت أسماهم أو ما تبعتش؟ لا أقول لك بقى على المفاجأة طالما الأربع أندية الزمالك بيراميدز المقاولين المصري مش مصنفين ضمن أعلى ثلاث أندية في القرى الإفريقية سواء لو شاركوا دوري أبطال أو كينفيدرالية هيلعبوا تمهيدي معنى أنه عيلعب تمهيدي مش هتفرق أبعت اسمه أو أبعت رقم أو أبعت حرف يعني عبعت في دوري الأبطال الأهلي وحرف البي يطلع بي بقى بيراميدز المقاولين المصري الزمالك أيا كان كده كده عيلعب تمهيدي فتصنيفه معروف فما فيش مشكلة عبعت اسمه بعد 20 أكتوبر عندي في القينفيدرالية نفترض مثلا يطلع الزمالك والمقاولين أو الزمالك والمصري أيا كان الأسامي يعني من الأربع خلاص قلنا غير مصنفين طب لو عبعت أسماء هم هل هم يلعبوا تمهيدي؟ آه يلعبوا تمهيدي لأنه هم مش من ضمن الثلاثة الأوائل التصنيف بيتكلم في إيه؟ أنت عندك أول عشر أندية في إفريقيا مصنفين فيهم رقم واحد الوداد بخمسة وستين نقطة الترجي تلاتة وستين نقطة الأهلي تسعة وخمسين نقطة من اللي يليه بعد التلاتة الأوائل مزين بخمسة وخمسين نقطة الزمالك تسعة واربعين نقطة طب نفترض أن الزمالك عنده سيمي فاينل وفاينل دور الأبطال يا سيدي مثلا لقدر الله مثلا طبعا حنا في قناة الآلفة طبعا عايزين الآلف يفوز بالبطولة بس مثلا لقدر الله الزمالك فاس بدور أبطال إفريقيا هايخد ست نقط ست نقط على التسعة واربعين عيب أكام خمسة وخمسين هيتساوى مع مزين بي إذن برضو مازال في الترتيب الرابع أو الخامس فبالتالي مش هيخش في التلاتة الأوائل فهيلعب تمهيدي هيلعب تمهيدي لو تتذكروا البطولة قبل الماضية لما الأهل لعب تمهيدي عشان ما كانش من التلاتة الأوائل كان التلاتة الأوائل وقتها كان الوداد والترجي ومازينبي تم إعفاههم من الدور التمهيدي لكن الأهل لعب دور تمهيدي المراد الأهل داخل مع الوداد والترجي في الصدارة فالأهل مش يلعب دور تمهيدي فأنت ما عندكش أزمة أصلا في أسماء الأندية اللي هيتم إرسالها انت لو بعدت حروف وارقام كده كده مش مصنفين فيلعبوا ادوار تمهيدية فكرة ارسال اسماء الاندية ده عشان التصنيف يلعب تمهيدي ولا مايلعبش طيب بعد الزمالك عندك ساندونزي 49 نقطة النجم السحلي 47 نقطة الرجاء 39 نقطة حراكو ناكري 33 ونهضة بركان 32 المصري ترتيبه الكام بين الاول 20 نادي ترتيبه 18 بيراميز ترتيبه 20 ده جاي بعد حسنية اغادير وفيتا كلاب والهلال وإنيمبا وأول اغسطس والصفاقس والتحاد العاصمة يعني على اساس ان مثلا فيه اندية من دول هتلعب دوري ابطال او كونفدرالية برضو بيراميز والمصر يموت اخرين بيراميز بتتكلمه في تصنيف رقم 20 لو فاز بالكونفدرالية هياخد خمس نقط هيصعد كم مركز ارقام قليلة جدا فبالتالي مافيش مشكلة عندك فيه التصنيف فبالتالي ماعندكش مشكلة لجنة خمسية تبعت حروف او ارقام الاهلي وبيه دوري ابطال سي و دي او تو سري كونفدرالية ماعندكش هي ازمة فبالتالي عارفين هي زي ما قلتلك الفانكوش بنعمل ازمة بدول الازمة وكورة تلجي بنكبرها عشان في الاخر نادي عايز ازبط وجهة نظره ان الدوري استئنافه ادرب القرى المصرية بل بالعكس استئناف الدوري افاد القرى المصرية عندك سيميفانة اكون جاهز ليه موعد القد الافريقي اللي محدش عايز اتكلم عليها من 21 اكتوبا لخمسة نوفمبر انت وقتها القيد المحلة هيكون فتح رسمي عشان تأيد للمسم الجديد والفترة القيد التانية اللي هتكون بدون غرامة الاول مرة من 6 نوفمبر ل19 نوفمبر هيكون وقتها انت فتحت الترانسفير عشان تأيد صفقات المسم الجديد بعد الدور ما يخلص لان الدور يخلص في اول اسبوع في نوفمبر فانت لا عندك مشكلة في القيد ولا عندك مشكلة في ارسال اسماء الاندية وشرحتها لكم بناء على التصنيف لان استراتيجية الاتحاد الافريق لما بيطلب ارسال اسماء الاندية بيطلبها عشان يعمل تصنيف على اساسه يعمل قرعة الادوار التمهيدية طب قرعة الادوار التمهيدية امتا؟ اول اسبوع في نوفمبر يعني مع نهاية جدول الدوري تقدر تعمل ملحق وتبعت اسماء الاندية لما تتحدد بشكل نهاية ده اذا كل ده انت ما وصلتش 20 اكتوبر ومعرفتش مين اسماء الاندية ده نفترض يعني طيب مطشات دوري التمهيدية امتا؟ اول مطش في الدوري التمهيدية عشرين حداشر هتكون خلصت الدوري ففين الازمة؟ يعني انا مش شايف فيه ازمة انا مبرح لما عارضت الموضوع قلت الموضوع بشكل عادي جدا لان نمسكت في موضوع مهم جدا وكتالليحة تتكلم عليه ولايحة ترخيص لده موضوع مهم نشرحه للناس ده الاعلام اللي عايز يقول للناس المشاكل اللي جاية ايه وازاي الناس تحلها لكن عن نمسك في عشرين اكتوبر وكورة تلج انكبرها على الفاضي صعب قوي صعب قوي لان كمان انا بالنسبة للأمر كان يهمني النادي الاهلي الاهلي برا المعدلة بطل الدوري حامل اللقب مصنف ضمن السلاسة الاوائل فالالف حتة تانية الحمد لله نحمد ربنا على هذه النعمة الاهلي في مكانة تانية مفيش اي مشكلة بالنسبة للاهلي اخر حاجة في هذه الجزئية الدوري المغربي نادي الوداد اللي بيلعب معنا في بطولة افريقيا ناقص له كام مباراة في الدوري المحلي عشر مباريات الاهلي ناقص له كام مباراة بعد مباراة دجلة يوم الجمعة عشر مباريات يعني الدوري المغربي مكمل بعد عشرين اكتوبر فاحنا بنصدر ازمة ليلة اتحاد القرى المصري وبنصدر ازمة ليلة القرى المصرية ليه بنعمل ازمة وبنصدر نفسنا للاتحاد الافريقي وانت لسه عندك مسافة خمسين يوم الموضوع سهل وسلس لكن في النهاية ما يكونش فيه غرض شخصي عشان نادي أو رئيسه أو مسئوليه عايزين يثبته وجهة نظر خاطئة في استنافه سابقة هم هيحسوا بقيمتها لما تنتهي على خير ونستعد للمرحلة القادمة أتمنى نكون يعني شرحنا الموضوع بشكل وافي لكل مشاهدين عشان احنا في النهاية بيهمنا لما بنتكلم في حاجة لازم المشاهد الأهلاوي أو مشاهد القرى المصرية بشكل عام بتابعنا يعرف أدق التفاصيل والمعلومات الصحيحة دون أي أهواء ودون أي أغراض احنا في النهاية حرصنا على المصلحة العامة ومصلحة القرى المصرية في المقام الأول والأخير آخر حاجة